من هنا كانت الانطلاقة المقاطعة الغربية للشرطة القضائية أين رافقنا الفرقة الخاصة بمكافحة المخدرات وهم بالزيل المدني في إحدى مدهماتهم لأوكار الجريم في حطر مكافحة المخدرات عندنا اليوم أوبيراسيون في القطاع اختصاص دعنا فيما يخص المخدرات عندنا معلومة مؤكدة ورانا خارجين مع الجماعة باش نديروا بركيزيسيون وإن شاء الله يكون فيها رزلتا في البداية كنا نجهل وجهة المهمة غير أنه مع قرب وصولنا إلى المكان المحدد أدركنا بأن الأمر يتعلق بأحد مرويجي الحبوب المهلوسة والذي اتخذ من البيت العائلي في إحدى الأحياء الشعبية بالدويرة غرب العاصمة مكانا لبيعها بعد فترة من ترصد المشبوه ألقي القبض عليه بالموازات مع تفتيش عناصر الشرطة لبيته بعد الحصول على أمر بالتفتيش من وكيل الجمهورية وهي العملية التي تتطلب الكثير من الفطنة السرعة والذكاء قصب إلى الأ lixa أجل التربتي في الحصول على الإجهار الجنرال والدي أن اتضمع المنزيم المهلوسة إلى أي مكان لنusicرق ذلك الكثير من الأضواج تقسم ومنذ المنزيم المهل الوصول على صوت هذا هو الأساس Ici성 lasting علاقنا الذهاب للحصولون. believe in that tab near in that India, علينا وقت لا تكن هنا لأننا الكثير من اللاو 미شتى الأن بإيمان الحقCA من نفسها لهم يجب بالإيمان النار حتى كنسيبوا المادة سينو حتى كد أكدوب ليفتشنا على المكان مخلينا حتى بلاصة ماش ننسيحبوا تقدر تبو أدمن الموين ما حتى الساعتين ديك حتى فتسوايا ولكا ما تسيبوا والو فكا ما تسيبوا والو ننسيحبوه نديرو محضرة تفكيش سينو وبعد قرابة ساعة من التفتيش في مختلف زوايا المنزل وحتى في بعض الأماكن التي لا تخطر على بال أحد تمكن عناصر الفرقة من إيجاد أماكن الحبوب المهلويسة وهي مخبأة بإحكام في التلاجع بعد ما جتنا معلومات بلي بيع المهلويسات ترصدنا له وبعد التأكد عن طريق ترصد تأكد ما بالعين المجردة شفنا عملية البيع وشيراء جهزنا الإجراءات لتعنا حتى وإن كانت الكمية التي عثر عليها ليست بالكبيرة غير أن المهمة بالنسبة لملازم الشرطة عمر كانت ناجحة هي الكمية جنرال مو على بارابول الكمية اللي ما يفيدنا حكمها هي قليلة شوية بصح تحارية ما زال متواصلة نحن ما نحبسوش عند هذا الحد لكن نحاوسوا عليها من نجابها المصدر التحاق والطريقة التي تتحصل بها بها وطريقة النقل والجماعة التي تتعامل معهم ما زالت تحارية كبيرة إن شاء الله ونوصلوا إلى رسيطة المنزل غادرنا المكان وتركنا الملازم عمر ورفقائه وواصلونا تحرياته للكشف عن ملابسات كل هذه القضية وقضايا أخرى متعلقة بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات